السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو اجديد على قناتي وقناتكم سنة بيوتي ان شاء الله تكونوا على خير في فيديو اليوم سنشارك معكم واحد تبريمة اولى سقلة بعدمنا في الحجر الصحي انا قلت لكم ووعتكم انكم النهار ستخرجوا ان شاء الله ستخرجوا واحدة اخرين سقلة دي اليوم بدون حناء كنين الناس لي مكيبغوش الحناء فالوصفة دي اليوم تبريمة اولى سقلة ستكون بدون حناء اه تبريمة دي اليوم اه من اروع ما يكون كترجع للحم من دك شرفي كتعطي الصفة كتوحد لي اللون دياله كتبيضه كتعالج كذلك الحبوب الناس ليتعنون من الحبوب في الجسم دياله مسواء كان في الكتفين في الظهر او لا في الصدر كتعالج لكم الحبوب مع الوقت كتحيد لكم قاعد تصب وقاعد البقاعد داكينة اي بلاسة عندك في الجسم ديالك بحلاء غادي تنقيها وغادي تصفيها وغادي توحد لها اللون دياله وتبيضها لك مع الوقت كتشد الجسم ايش غادي نقول لكم الايام ها نقول علي هاد الوصفة هادي ما غاديش نوفيها حقها انا غادي نخلي لكم انتو ما الحكم تجربوها وتقول لي رأيكم فيها وعادي زي دعو تانين مكونات ديالها من اللي غا تعرفوها وهو ما هادرين على ريوسهم قبل من بدو فيديو اليوم ما كرهتكش تكوني ملعا إلى زينا سوء يوتيوب وتابوناي بالضغط على الزر الأحمل موجود أسفل فيديو سابسكرايب سابوناي او الاشتراك فعلي كذلك خاصية الجرس باش انفوا نحتش فيديو يوصلك اشعار به وما تنسيش دعمني بلا لايك ديالك شاركتي واطلعي دبا مباشرة باش كتشفي مكونات طريقة تحدي الوصفة اليوم اذا سيبدو فيديو ديالنا على بركة الله ومكتشفوا مكونات وصفة اليوم بغيت غين نقول لكم واحد القادرية لبنات شوفوا راتعيه وما تستعملوا في البخودوي اللي غاليين في التمره مكينة محسن من الحويجة الطبيعيين واصلا قاع الناس ولو كيرجعوا لهذا الشي الطبيعي حانتي اولا مفيد للبشرة وما كيدرهاش على المستوى البعيد وفي نفس الوقت كيتقام عليهم اقتصادي شي حاجة عباد الله اللي رخيصة غير فابور وكتعطيناتها ايجا رائع جدا ومضمونة وامنة لجلد ديالنا وكنخليهوك مشو نشرو شي حاجة اللي احنا ما عارفينش اصلا شنو مصايبة وشنو ديرين فيها فهدي هي لوقيتها حويجات كيبكت لكم ويتقام عليكم اقتصادينا انا غادي نقول لكم المكونات وقلت سي صيبي هاد الشي راسك رو ما يكلفكش بزاف ديال الوقت ولا جود ولا اتيش حاجة وشي حاجة كيبكت لكم مصايبها بيدك وغا تعطيكو حال النتيجة اللي هي زباينة عارفها راسك شنو حاط فيها فبالنسبة للمكونات ديال الوصفة ديال اليومي غادي نحتاجو اول مكوين عندنا الفول طبيعة الحال نحتاجو المسحوق دياله غادي نتحنوه ثاني مكوين هو مسحوق ديال الحمص الحمص كيف نقول دائما الحمص كان ناخدوه عند الهرية ولا عند العطار ذاك الحمص العادي الخضر مشي الحمص المقليل الملح لا الحمص عادي قد تطحنوه وتحصلو على هاد الابودغ هادي غزينيحتاجو كذلك مسحوق الاروز الاروز مشي غلاسي كيستويني بعد البنات واش روز غلاسي لا غير ذاك الاروز العادي هو اللي غدي نستعملو في هاد الوصفة عادي غزينيحتاجو كذلك العدس انا مستعمل هنا هي العدس الحمر يمكن لكم استعملو العدس العادي ولكن الى كان هذا الحمر هادا يكون احسن هادا عندو فوائد على البشرة حسن وكيعطي نتائج احسن من الاخر سيحتاجو كذلك الخرقوم او الكركم من الافضل لانكم تجيبوه كنقولها دائما الكركم او الخرقوم تجيبوه عرق تحنوه علي ديكم ولتاخدوه وتعطوه السيد اللي متكلف يطحنوه لكم قدامكم مراه تكونو مخلطينو كيكونو داين في ملوينات كيكونو داين في شيعجب اخر من الاحسن انكي الحاجة توقفي على بيدك سيحتاجو كذلك الودعه بالنسبة لهادي اللي عندي انا ما بغاش تطحنها لي الموني ناكس لانا عندي كمية قليلة غير هرمشتها شوية ودرت لها عاصرة الحامض انا غادي نوريكم كيف رسيبتها ونوريكم حتى الشكل دياله بالنسبة للناس اللي ما تعرفوهاش انتو ما كان قدرتو تطحنوها ما الافضل انكم تستعملوها بوضغ ما طحنتوهاش دلوا له هالطريقة لدت لانا موين انتم ما ديشوفوا معاي من بعد شنو وهاد الكاس هادا فيه منقوع ديال بابونج حتى هو غادي نوريكم طريقة كيفاش صايبته اذا ردي نشاروه على بركة الله بتحضير الوصفة ديال اليوم ولكن قبل غادي نخليكم تمشو تشوفو كيفاش حضرت ديك الودعه وكيفاش حضرت لمنقوع ديال بابونج ورجعو باش نكملو الوصفة اول حاجة يا بنات غادي ندير العسر ديال الحامد في ديك الودعه كيف كتشوفو معايه مهم اللي الطحنت ليه مزيان يدير هالا بوضغ ما الطحنت ليه بحالي انا حنتي كانت قليله غادي ندير لها عسر الحامد حت الدوب وعموما انا غادي نحتاج الحامد غادي نحتاجه انا غادي نخليه بحالي كي يحتد دوب اذا شفتوا معاي رب ديسكة تفاعل ماذاك العسر ديال الحامد انا غادي نغطيه بحالي كي يحتاجه بشي كي سبلاستيكي ونخليه حتنبوعين استعمله ولا بناتجي تدبه باش نحضر داك السائل اولا داك المحلول اللي غادي نسقي به ديك الخلطة اللي غادي نستعمل في الحمام طوكناع عندي هنا يغير البابونج اولا زهرة الكاموميل كي كتشوفو معايه غادي نحتاج واحد الايناء اللي غادي ندير في هاد البابونج اولا زهرة الكاموميل ومنسبة الكمية قد تبقى عينكم ميزانكم ديروا من جوشة المعالق كبار حتى تلسة المعالق طف يودابا غادي نزيد اليها المالي سبق لي غليته ضروري خصي يكون مغلي وغادي نغطي اليها بشي طباسين وغادي نخلي داك البابونج اولا زهرة الكاموميل حتى يطلق اليهم زين وهو باش غادي نخلط ديك المكونات الاخرى اذا بنات غادي نبدو على بركتي الله انا غادي نحتاج هنا يا واحد المعالقة كبيرة ديال مسحوق ديال الفول انا كان عبر هنا معالقة صغيرة درجوج معالقة يعني مقدار ديال معالقة كبيرة ديال مسحوق الفول غادي نضيف عليها معالقة كبيرة ديال مسحوق الحمص دائما كندير كمية متساوية درتوا معالقة كبيرة غادي تبقى وغادي بها درتوا جمعها لغا تبقى وغادي من نفس بنفس هذا بنفس المكونات كاملي غادي نضيف عليهم واحد المعالقة كبيرة ديال مسحوق الاروز معالقة كبيرة ديال مسحوق العدس الاحمر كبتلكم اللي ما عندوش العدس الاحمر يمكن انهم استعملوا العدس العادي ولكن لكن هذا يكون افضل غادي نضيفوا واحد المعالقة كبيرة ديال الكوركم او للخرقوم عندي هنا يراها معبورة غادي نضيف عليهم داك العاسر ديال الحامض ببعد ما تلقت في ديك الودعاء انا هنا يزربت عليها ما اعطيتهاش لوقت باش الدوب كاملة ولكن مش مشكل غادي نصفيها وغادي لدك العاسر ديال الحامض كيف قلتلكم اللي عندو المسحوق ديال الودعاء يديرو ويضيف عاسر ديال الحامض اللي ما عندوش يدير هالطريقة اللي درت انا وبالنسبة للعاسر الحامض اختياري يمكن لكم ديرو عاسر ديال الحامض كيف يمكن لكم ديرو العاسر ديال الزنبو وعلى سبق اللي هدرت لكم عليه وعلى فوائد دياله كيف تلكم راه موجود فابوركين في الشجرة على البرات قدروا تجيبوه وتستعملوا فاد الوصفة هادي وبالنسبة لهاد المكونات هدي كلها غادي نجمعها بدك اللي منقوع ديال البابونج او لا زهرة الكاموميل زهرة كاموميل مفتح رائع للبشرة بالنسبة لطريقة استعمال ديالها غادي تخلطوا هاد المكونات هادو كامليين وغادي تطبقوهم على البشرة ديال الجسم ديالكم من العنق حتى الاسفل القدمين تخلوها منع عشرين حتى ثلاثين دقيقة الوقت الكافي اللي غادي تنشفيه صافي وكتغسلوها غير بالماء ما تديروش صابون غير الماء وحده اتعودوا تستعملوها عاو تالي اليوم الثاني نفس الطريقة تديرو هالجسم ديالكم كله تخلوها عشرين دقيقة تنشف وغسلوها بالماء اليوم الثالث كذلك نفس الطريقة حتى اليوم الرابع عادة باش يمكن لكم تمشو الحمام ولا تغسلو في الدار و تديرو الصابون من الافضل على انكم ما تباتوش بهاد النوع هادة ديال الوصفات هادي من الاخطاء الشائعة وانا شخصيا كنت كان ديرها ولكن الواحد نهار على نهار كيزيد يتعلم وكيعرف بزاف ديال الحويجات ما كانش كيعرفها هاد المواد هادو اي اي مادة دتوها الجسم ديالكم لا اي اعشاب ولا شي حاجة ما خصاش تبقى لان الجلد ما غادش يتحملها و تقدر فعود ما تنفعو و تضروا فمن الاحسن كيف بتلكم تستعملو هاد طريقة هادي اللي قتلكم ركت تعطي نتائج رائعة يعني اليوم الرابع اللي غات مشو في الحمام ولا غات يتغسلو جسم ديالكم بالصابون غات تلاحظو النتيجة بنفسكم من اليوم الاول و لي دوم تعليها ان شاء الله غات يتعطيكم نتائج لهي رائعة و رائعة جدا و اللي ما بغاش يستعملها هاكا تلتية متابعة بايدراغي النهار واحد عنده الاختيار ولكن يلا استعملو هاد طريقة اللي قتلكم ديال تلتية متابعة غدي تعطيكم نتائج لهي افضل ولا بنات الهنا غات تكون ثلاث وصفة اليوم وفيديو اليوم كنتمنى القتل حدي اليوم ما يكون الاعجاب ديالكم انا غادي نتسلنا الرضو ديالكم في خانة تعليقات باش تقولوا لي كيف اجدتكم اه حتى تلقى ان شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم تسهل الله في ريوسكم كنبغيكم بزاف بسلام عليكم